جاوبني أنا تعبت نعم أراح الله قلبك أو قلبك أيها السائل أويتها السائلة القول المالكية في كل لفظني لا يدل على الطلاق فإنه كناية خفية يقع به إذا نواه يا سيدي لابد أن يكون اللفظ مستعملا عرفا في الطلاق وأن تنوي به أنت الطلاق أن يكون اللفظه مستعملا لأننا أحيانا واحد يقول لي أنا قلت زوجتي السلام عليكم دي كناية الطلاق قلت يبتح من قال سلام عليكم لنبتغي الجاهلين يا أخي هل استعمل العرف كلمة السلام عليكم إذا أدري أن يطلق زوجتها يقول لها السلام عليكم هل سمعت بهذا لابد أن يستعمل عرفا في الطلاق وأن تنوي بهضا سواء قال هذا الملكية أو الشافعية أو الحنابلة هذا المستخلص من أقوالهم جميعا يا حبيبنا المبارك أن يكون اللفظ مستعملا عرفا في الطلاق وأن تنوي به الطلاق والمقصود بالنية العزم الجازم على الطلاق بغير تردد ويبدو أن سائل الكريم أو سائلة الكريمة ممن ابتلوا بالوساوس القهرية في باب الطلاق وأن تأتيني عشرات الأسئلة من هذا النموذج من البشر شفاهم الله وعفاهم ودائما أقول لهم عندنا ترياق للموسوسين المبتلى بالوساوس القهرية في باب الطلاق لا يقع طلاقه ولو صرح به فقال أنت طالق ولو صرح به أمام السين إن وفي الفوكس نيوز وفي قناة الجزيرة تمام إلا إذا قصد إليه راضيا به مطمئنا إليه وكان هذا قراره الأخير أخر نفسك أو أخي نفسك من هذه المحرقة إن تسلطت عليك أهلكك يا سيدتي إذا إذا مثلا تلفظت بكلمة طريقة وأثناء التلفظ في نفسي وأثناء التلفظ تلفظت في نفسي بلفز طريقة واضح أن أنت يعني مبتلى بوسواس يا حبيبي اذهب إلى طبيب نفس أقرب صحة نفسية جنبك اذهب إليها إن شاء الله سوف تد عندهم رعاية وعناية وأقول لك الموسوس لا يقع طلاقه ولو صرح به إلا إذا قصد إليه راضيا به مطمئنا إليه وكان هذا قراره الأخير